أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 عاماً القائمة النهائية التي ستشارك في تصفية كأس أسيا والمقامة في الكويت في الفترة من 22 وحتى 26 من شهر آذار الحالي وضمت القائمة 24 لاعباً سيشاركون في المعسكر الداخلي الذي يقيمه المنتخب قبل السفر إلى الكويت غداً السبت للمشاركة في التصفيات عن المجموعة الرابعة برفقة الكويت صاحب الأرض وسوريا وقرغستان حيث أقام حصتين تدريبيتين على ملعب الكرامة صباحاً ومساءاً ويفتتح المنتخب مشواره بالتصفيات بملاقات أصحاب الأرض في 22 من الشهر الحالي ثم سوريا وأخيراً قرغستان سحبت اليوم الجمعة قرعة ربع نهاي دور أبطال أوروبا في مدينة نيون سويسرية وأفرزت عن مواجهات مثيرة وقوية التفاصيل في التقرير التالي أربع مواجهات على صفيح ساخن أفرزتها قرعة دور الثمانية من دور أبطال أوروبا والتي سحبت اليوم لقاء العمالقة سيجمع برشلون الإسباني مع منشستر يونيتد لذا يصعب التكهن بهوية الفريق الذي سيخطف بطاقة العبور لدول الأربعة كون الفريقين يملكان خبرة كبيرة في مثل هذه المحافل يوفنتوس الإيطالي المرشح فوق العادة هذا العام لتحقيق اللقب وضعته القرعة بمواجهة إياكس أمستردام الهولندي المتحمس هذا العام ويملك فريقا شبا استطاع إقصاء ريال مدريد الإسباني مواجهة إنجليزية خالصة ستجمع منشستر سيتي مع توتنهام لقاءتهما ومواجهتهما المتكررة في الدول الإنجليزي ستمنح اللقاء رونقا خاصا وأخر المواجهات سيلاقي بورتو ليفر بول وصيف النسخة الماضية وخبرة ليفر بول قد تمنحه أفضلية في اللقاءين لكن تبقى المواجهة في أرض الملعب لقاءات الدور نصف النهائي ستجمع الفائزة من مواجهتي إياكس ويوفنتوس مع الفائز من لقاء الستي مع توتنهام فيما سيلاقي المتأهل من لقاء ليفر بول وبورتو الفائز في مواجهة اليونيتد وبرشلونة خسرت فينوس ويليمز أمام أنجليك كيربر في اللقاء الذي جمعهما في دور الثمانية لبطولة أنديان ويلز المفتوحة للتنس وفرطت فينوس بشوط فاصل في المجموعة الأولى قبل أن تخسر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6-6-3 وتحول الزخم لصالح كيربر خلال الشوط الفاصل عندما ارتكبت فينوس ستة أخطاء سهلة من بينها ضربة خلفية في الشباك ساهمت في فوز اللاعب الألمانية بالمجموعة لتنتهي المباراة عندما أطاحت فينوس بضربة خلفية خارج الملعب وتلعب كيربر الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والتي تسعى للقابها الأول في أنديان ويلز تلعب في الدور قبل النهائي ضد بليندا بنتي شاتش وجه بوستن سلتكس ضربة قوية لأمال ضيفه سكرامنتو كينغز في بلوغ الأدوار الإقصائية بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين عندما تغلب عليه بنتيجة مائة وست وعشرين نقطة مقابل مائة وعشرين نقطة وتلقى كينغز صاحب المركز التاسع في القسم الغربي الهزيمة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند ثلاثة وثلاثين فوزا واربع وثلاثين هزيمة متأخرا بستة انتصارات عن لوس أنجلس كليبرز صاحب المركز الثامن آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية وبدى كينغز عازما على تحقيق الفوز وتقدم بفارق سبعة عشرة نقطة في بداية الربع الثاني بعد أداء مسيطر لكن سلتكس انتفض وتقدم بفارق نقطة في الشوط الثاني واستعاد الفريق الضيف سيطرته وتقدم بفارق اثنتين عشرة نقطة لكنه انهار عندما سجل سلتكس أربع عشرة نقطة مقابل نقطتين لمنافسه لينهي الربع الثالث متقدما واستهل سلتكس الربع الأخير بسبع نقاط متتالية وسط عجز كينغز الذي استسلم للهزيمة وبهذا الفوز رفع بوستن رصده إلى اثنتين وأربعين فوزا إلى اثنين وأربعين فوزا وسبعا وعشرين هزيمة في المركز الخامس في الشرق متأخرا بانتصار واحد عن فلادلفيا سفنتي سكسرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر